السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رسالة مهمة للآباء وكيفية تعليم الأبناء على الخصال الحميدة رسالة مهمة للآباء وكيفية تعليم الأبناء على الخصال الحميدة قال العلامة ابن قدام المقدس رحمه الله تعالى اعلم أن الصبي أمانة عند والديه وقلبه جوهرة ساذجة وهي قابلة لكل نقش فإن عود الخير نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه وإن عود الشر نشأ عليه وكان الوزر في عنق وليه فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده التنعما ولا يحبب إليه أسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره فلا يستعمل في رضاعة وحضانته إلا مرأة صالحة متدينة تأكل الحلال فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأولها الحياء وذلك علامة النجابة وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ فهذا يستعان على تأديبه بحيائه وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يعلم آداب الأكل ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات لئن يألف إيدام الإيدام فيراه كالحتم ويقبح عنده كثرة الأكل فإن يشبه كثير الأكل بالبهائم ويحبب إليه الثياب البيض دون الملونة والإبارسيم ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين ويمنعه من مخالطة السبيان الذين عودوا التناعم ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن بتعليم القرآن والحديث وأحاديث الأخبار ليغارس في قلبه حب الصالحين ولا يحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمول فينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس فإن خالف ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولا يكاشف فإن عاد عوتب سرا وخوفا من دون اطلاع الناس عليه ولا يكثر العتاب عليه عفوا ولا يكثر عليه العتاب ولا يكثر عليه العتاب لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة وليكن حافظا حافظا هيبة الكلام معه وينبغي للأم أن تخوفه بالأدب عفوا وينبغي للأم أن تخوفه بالأب وينبغي أن يمنع النوم نهارا فإنه يورث الكسل ولا يمنع النوم ليلا ولكنه يمنع الفرش الوطيئة لتتسلب أعضاؤه ويتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم ويعود المشي والحراكة والرياضة لأن يغلب عليه الكسل ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه أو بمطعمه أو ملبسه ويعود التواضع والإكرام لمن يعاشره ويمنع أن يأخذ شيئا من صبيل مثله ويعلم 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 أن الأخذ دناء وأن الرفعة في العطاء وأن الرفعة في الإعطاء ويقبح عنده حب الذهب والفضة ويعود أن لا يبسق في مجلسه ولا يتمخط ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره ولا يضع رجلا على رجل ويمنع من كثرة الكلام ويعود أن لا يتكلم إلا جوابا وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه ويمنع من فحش الكلام ومن مخالطة من يفعل ذلك فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء ويحسن أن يفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل ليستريح به من تعب التأديب كما قيل روح القلوب تاع الذكر وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمهم وإذا بلغ سبع سنين أمر بالصلاة وإذا بلغ سبع سنين أمر بالصلاة ولم يسامح في ترك الطهارة ولم يسامح في ترك الطهارة لا يتعود ويخوف من الكذب والخيانة وإذا قارب البلوغ ألقيت إليه الأمور وإذا قارب البلوغ ألقيت إليه الأمور المصدر كتاب مختصر مناهج القاصدين مختصر مناهج القاصدين لا تنسوا إخوة الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم بإذن الله تعالى يوميا فيديو جديد على منهج علماء السلف الصالح بإذن الله تعالى وتوفيقه فهذه القناة نقدم فيها بإذن الله يوميا مقتطفات من كتب علماء السلف الصالح بتوفيق الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم